موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأبياء والملسلين قال تعالى في الآيات التسعين من صورة النساء إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بعد أن أمر القرآن الكريم المسلمين في الآيات السابقة باستخدام العنف مع المنافقين الذين يتعاونون مع أعداء الإسلام تستثني هذه الآية من الحكم المذكور طائفتين الطائفة الأولى من كانت لهم عهود وموافق مع خلفائكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي أن من يلتجئ من أولئك المنافقين إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد في المهادنة وترك القتال أن هذا اللاجئ يترك ولا يؤسر ولا يقتل لأنه والحال هذا يكون مسالماً للمسلمين تماماً كالذين التجأ إليهم فيعامل معاملتهم في عدم التعرض له ومن المفيد أن ننقل ما قاله الرازي هنا اعلم أن هذا يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان لأنه تعالى لما رفع السيفة عن من التجأ إلى من التجأ إلى المسلمين فبالأولى أن يرفع العذاب في الآخرة عن من التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله ونضيف إلى كلامه أيضاً وليس من شك أن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هي محبة لله وللرسول لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة الطائفة الثانية من كانت ظروفهم لا تسمح لهم بمحاربة المسلمين كما أن قدرتهم ليست على مستوى التعاون مع المسلمين لمحاربة قبيلتهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم هؤلاء الذين يعيشون في أنفسهم الضيق النفسي والحرج العملي في قتال المسلمين مع قومهم أو في قتال قومهم مع المسلمين فيحبون أن يكونوا حياديين وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله جاءوا يطلبون منه الرضا بالوقوف على الحياد لا معه ولا عليه إن هؤلاء يتركون أيضاً لا يقتل ولا يؤسر أحد منهم لأنهم غير محاردين وخير مثال يفسر هذه الآية ما جاء في مجمع البيان أن جماعة من أشجع جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له إن دارنا قريبة من دارك وقد كرهنا حربك وحرب قومنا وآتينا لنوادعك فقبل منهم ووادعهم فرجعوا إلى بلادهم وقد أراد الإسلام من المسلمين انتهاز الفرصة فيشجع هذا النوع من الحياد في المعركة في الفئات المحسوبة على معسكر الأعداء لأن ذلك سوف يفقد الأعداء قوة مقاتلة وذلك لطف من الله بالمسلمين ولا شيء أقوى وأصدق من هذا في الدلالة على أن الإسلام سلم لمن سالم وحرب على من حارب ولكي لا يستولي الغرور على المسلمين إزاء كل هذه الانتصارات الباهرة وكي لا يعتبر ذلك نتيجة قدرتهم العسكرية وابتكارهم ولا تستفز مشاعرهم تجاه هذه المجموعات المحايدة تقول الآية إن الله سبحانه لا يتدخل بمشيئته التكوينية في شيء من أمور الناس وإنما أراد بقوله هذا أن يذكر المسلمين بفضله عليهم وأنه كان من الممكن أن ينضم هؤلاء إلى أعداء المسلمين ولكن الله سبحانه صرفهم عن ذلك بوقوفهم على الحياد فقوله وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَصَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ معناه لَجَرَّأَهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ هَيْبَةً فِي نُفُوسِهِمْ تَبْعَثُهُمْ عَلَى طَلَبِ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُتَارَكَةِ وليس هذا من باب المشيئة التكوينية بل من المشيئة التوفيقية إن صح التعبير وهو تذكير للمسلمين بعدم نسيان الله في كل انتصار وأن يتجنبوا الغرور والعجبة حيال ما لديهم من قوة وأن لا يعتبروا العفو عن الضعفاء خسارة أو ضرراً لأنفسهم وتكرر الآية في ختامها تكرر التأكيد بأن الله لا يسمح للمسلمين بالمساس بقوم عرضوا عليهم الصلحة وتجنبوا قتالهم وأن المسلمين مكلفون بأن يقبلوا دعوة الصلح هذه ويصافح اليد التي امتدت إليهم وهي تريد الصلحة والسلام فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً يلفت النظر أن القرآن في هذا الموضع ومواضع أخرى يذكر مقترح السلام بعبارة إلقاء السلام وقد يكون ذلك إشارة إلى التباعد بين الجانبين المتنازعين قبل الصلح حتى أن أحد الجانبين يطرح اقتراحه باحتياط وعن بعد ليلقيه على الجانب الآخر وقيل عبر بقوله وألقوا إليكم السلمة بذل السلام للإشارة إلى معنى التسليم لا مجرد الأمن والسلام لأن السلمة يفيد معنى التسليم فهم ألقوا إليكم قيادهم واستسلموا لأمركم ودخلوا في طاعتكم وعلى كلا التقديرين الله تعالى يقول إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وأيضا قال عز من قائل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين وقال جلت حكمته وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى المحبة والأخوة والمساواة والتعاون على كل ما فيه صلاح للناس بجهة من الجهات وأروع ما في الإسلام أنه يعتبر الأعمال الإنسانية من صميم الدين وصلبه بل يعتبرها السبيل الوحيد إلى الله ثم يقول عز وجل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين ثم بيّن سبحانه صنفا آخر غير هؤلاء المسالمين وهم قوم من المنافقين المخادعين الذين لا يضمرون للمؤمنين إلا شر ولا يمدون أيديهم إلى أهل الحق إلا بالسوء فقال تعالى ستجدون آخرين أي ستجدون أيها المؤمنون قوما من المنافقين آخرين غير الذين وصفتهم لكم يريدون بإظهارهم للإسلام أن يأمنوكم أن يأمنوكم على أنفسهم ويريدون بإظهارهم للقفر أن يأمنوا قومهم من الأذى ومن صفات هؤلاء المخادعين أنهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي كلما دعوا إلى الردة وإلى العصبية البغيضة وقعوا فيها أشنع وقوع ورجعوا إليها منكوسين على رؤوسهم وعملوا هؤلاء وسلوكهم على عكس سلوك الطائفة السابقة في الآية الآنفة التي أرادت أن تبقى على الحياد فقد تجنبت الفئة السابقة إذاء المسلمين أما هذه الأخيرة فقد انطوت سريرتها على إذاء المسلمين والوقوف ضدهم وقد اشترط القرآن الكريم على هذه الطائفة ثلاثة شروط من أجل أن تبقى في مأمن من انتقام المسلمين وهذه الشروط هي اعتزال المسلمين أو مصالحتهم أو الكف عن إيذائهم فيقول فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلمة ويكفوا أيديهم وإذا رفضت هذه الطائفة الشروط المذكورة وأسرت على العصيان والتمرد فالمسلمون مكلفون عند ذلك بإلقاء القبض على أفرادها وقتلهم أينما وجدوا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم وظفرتم بهم ولما كانت الحجة قد تمت على هؤلاء تقول الآية في الخاتمة وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وهذا دليل من عشرات الأدلة التي يقدمها القرآن الكريم والسنة النبوية على أن الخط الأساسي لدين الإسلام أن لا قتل ولا قتال إلا لردع من قاتل وسعى فسادا في الأرض وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وأيضا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إذن الإسلام سوّغ القتال حيث سوّغته جميع الشرائع قديما وحديثا وأوجبته جميع العقول وأن القتال لم يشرع في الإسلام إلا دفاعا عن النفس ودرءا للفساد ورغم هذه الأدلة وغيرها فإن أعداء الإسلام أبوا إلا أن يقولوا إنه دين السيف والقتال تماما كالذي قال عنزة وإن طارت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة